بسم الله الرحمن الرحيم هنا من المراجعة الوحدة الأولى الصف الس zweite الابتدائج انا خدنا الطبع في الوحدة الأولى وصفال سنة س تالس ما هي مجموعة العدد الصحيحة هي كذلك الكارم بينها ومع أين هو إبداعهم عدد وهو هي مجموعة العدد الصحيحة وماز إبداعهم hanواعدنا آخر جدا وكذلك اخبرنا는 الثانيه اول شيء سنبدأ Business ما هي مجموعة العدد الصحيح لكن قبل ما نعرف مجموعة العدد الصحيح لدينا شوية أسئلك ما في أول درس ما يتحدث تقاطع صاد موجب أو صاد فرق صاد موجب فقبل ما تعرف تحل المسائل لازم الأول تبقى فاهم ما هي تقاطع وما هي اتحاد وما هي فرق التقاطع بين المظلوب العلامة هذه علامة التقاطع ومعنى التقاطع أما يعني كل العنصر يوجد هنا يعني العنصر موجودة في صاد موجب وصاد سالب ايه اللي موجود في صاد موجب وصاد سالب او بمعنى صح التنين مع بعض يدوني ايه الاتنين مع بعض هيدون ايه يعني الاتحاد ده معنى كنت بأرمز دي برامج زي ايه معا او كنت بأخدها بكلمة بسيطة بقول انه معا معا دي كنت بتضم الاتنين مع بعض فما كنت بقول الصاد مجمع عصاد سالب او صاد سالب بعصاد فدول هيديني ايه او ممكن اخدها بمعنى صح لو كانت المجموعاتين الاتنين جوا بعض باخد الصغيرة وكبيرة باعلامة التقاطب بتدين الصغير اما لو المجموعاتين دول اللي اتنين جوا بعض او اللي واحدة فيهم جزء من التانية فمعنى الاتحاد ان انا باخد الاكبر يعني التقاطب ده باخد الايه الاصغر اما الاتحاد باخد الاكبر ده بالنسبة لو كانت مجموعة جزء من المجموعة التانية اما بالنسبة لو كان المجموعاتين منفصلتين او ملومش علاقة بعض زي صاد مجمع وصاد سالب دول اللي اتنين ملومش علاقة بعض مينفحش ان انا طبق الكلمة بتاعت الاكبر او الاصغر وده هنعرفه ده وقت في الأمثلة آخر حاجة اللي هي الفرق ايه هو الفرق ده يا مستر الفرق ده يعني بمعنى صح بتشيل الحاجة اللي بعد علامته الفرق يعني لما يجي ولي صاد فرق صاد موجب يعني نشيل صاد موجب وشوف إيه اللي فاضل تمام؟ ده الفرق بنشيل اللي بعدها الفرق بنعملين نشيل اللي بعدها تعالوا بقى عياة بقى كده ونركز ونشوف الأمثلة بتاعتي أول مثال عندي بيقول لي صاد تقاطع صاد موجب صاد تقاطع صاد موجب أول سؤال بسأله النفسي طه دي موجودة جوا الصاد ولا لا ايه يا مستر مواصل صاد فيها 0 و1 و2 و3 حد ما لا نهاية والصفر برضو سالب 1 وسالب 2 وسالب 3 حد سالب ما لا نهاية طه دي فيها 0 و1 و2 و3 فدي جزء منها يبقى وإحنا عنا أصل أننا علامة التقاطع دي معناها لعنا أصل المشتركة يعني ايه العناصر المشتركة يعني اللي موجودة هنا وهنا طه دي موجودة هنا في الصاد ولا مش موجودة آه فطالما موجودة في الصاد بقول أن صاد تقاطع طه هيديني طه طب نفرض أنها مش موجودة بتقولي أنه فايل لو نفرض أنه مش موجودة بقوله أنه فايل وكنا بسطناها عندنا في المدرسة وإحنا ممكن نرسمها بالجدول ده هكتب هنا الطه وهكتب هنا الصاد سلم ودي كلها اسمها صاد فإيه المشترك بين صاد الكبيرة دي وطه طبعا مصر طه لأن طه موجودة جوه صاد دي كلها اللي بعدها لما يجي يقولي صاد فرق طه هكذا الفرق يعني إمرأت слово بعدها أكون أشيل أنه الدين الإنتاج للعدة أشيل متعاءة اخشلت حال Lin شلت طه عن طه من صاد الفرق هو الطه فارق عرّو فضل مع ايه مصر جوه المجموعة صبية تحت صاد سلم م بنوع Milli طيب على اللي بعدها فارق طه عرّو صاد neutral اتحاد الصفر و الاتحاد قلنا دولغتي ان معنى الاتحاد معنونها معه واطبع مثلا انت قليلتين اخد الاجبر والاجبر صد لا استنى انا قلت ناخد الاجبر او الاصغر او اصرك يعني لو جينا بصنا الصد و طا Patch انا عارف ان طاعة موجودة جوا صد فالتقاطع باخد الاجبر التقاطع باخد اих الاجبر ابن الاصغر في الاجبر쪽 او الصد صد او الطاعة طبعا طاعة عندنا مستنى بص هنا كده الصفر اصلا مش موجود جوا صد موجود في어지ش ان اقول لنا الاصغر والاخبر اما ليه هنا اسأل نفسه هو سؤال واحد بس بقول يا مصر هو دوقتي بالنسبة صاد موجب دي لما اضيف عليها السفر هيديني ايه صاد موجب يا مصر اللي هي الواحد والاتنين والثلاثة الحد ما لناي وحطيت معهم السفر يعني بقى السفر واحد والاثنين والثلاثة وحد ما لناي تم امين يا مصر اللي في السفر واحد والاثنين والثلاثة السفر واحد والاثنين والثلاثة دول موجودين اصلا في الطا. فما يجي يقول لي سفر اتحاد صاد موجب هيديني طا. تعالى اللي بعدها. اه دي اللي بقولها عليها بقى صاد موجب تقاطع صاد سالب. قال فيهم واحدة كبيرة او واحدة جوه جوه التانية بمعنى صح. لا يا مستر. ده الصاد بتاعتي اصلا بتتكون من صاد موجب لوحدها. ومجموعة السفر لوحدها وصاد سالب لوحدها. يعني دي بيدها عندي. ما لهمش علقة ببعض والاتنين مش موجود حد فيهم مشترك مع التاني. فطالما دي مش جزء من دي فكده خلاص. علامة التقاطع ما اقولش عليها ان انا باخدل اصغر. اما ما اعمل ايه? بابدأ اشوف. اما يجي يقول لي صاد موجب تقاطع صاد سالب. يعني ايه تقاطع يعني المشترك. المشترك بين صاد موجب اللي هنا في اليمين دي وصاد سالب اللي موجودة باخر الشمال دي في المجموعة بتاعتي. يا مستردو ما فيش حاجة مشتركة بينهم. وطالما ما فيش حاجة مشتركة بينهم. يبقى على طول انا عارف ان ما فيش حاجة دي مع انها ايه? فاي. طالما ما فيش حاجة يبقى انا احط على طول فاي. تعال اللي بعدها. بيقول لي صاد فرق صاد سالب. يعني ايه فرق? يعني شيل اللي بعدها. صاد نفسها. اهيه. شلت منها صاد سالب. يعني حطت ايدي على صاد سالب كده. اما تشيل صاد سالب اللي موجوده باقي عندك. اللي موجوده باقي عندي يا مستردو. فصاد شيل منها صاد سالب هيفضل طه تعال نشوف اللي بعدها اما يقول لي صاد موجب شيل منها صاد سالب انا شلت دوقتي الصاد السالب ادي صاد موجب ايه وصاد سالب ايه ما عليكش يدعب اي حاجة تاني موجودة في المجموعة انا بقارن بين صاد موجب ديه وصاد سالب ديه فهم دول اللي ايني عليهم هم دول اللي بقارن بينهم هم دول اللي عايزة اشوف ايه اللي باقي ومعنى الفرق يعني نشيل اللي بعديه فما يجي يقول لي شيل صاد سالب احط يدي على صاد سالب انا دوقتي شلت صاد سالب ايه اللي موجود صاد موجب وصف لا انا بقولكش بالنسبة لصاد انا بقولك بالنسبة لصاد موجب بس يعني هنا انا ببتكلمش على صاد كلها عشان تقول لي الصفر والصاد موجب اللي باقي لا احنا بنتكلم صاد موجب وصاد سالب لو شلت صاد سالب هيفضل ايه هيفضل بس صاد موجب هيفضل بس ايه هيفضل بس يا مستر الصاد موجب تعلن كامل عقم سابع عندي بيقول لي سالب الكيمة المطلقة لسالب 45ず 5 و 40 اول حاجة مصر انت 말씀張تلي ان الكيمة المطلقة بتşيطة الكمة المطلقة بتاكل السالب الكيمة المطلقة بتاكل السالب معنى كده يا مصر يعني يعني الكيمة المطلقة اما اجي قلك ان سالب الكيمة المطلقة ل45 وب 40 سالب 45 هتعملي اول حاجه مصر السالب 45 اللجوه ده يكومه المطلقه هتعملي فيها يتقلها باعت 45 بس فيه سالب قاعد مستنيني برا ده ملهوش دعوه بالكمه المطلقه محدش يقولي هتقل السالب بتاكله لا هي بتاكل اللجوه معاها بتاكل اللجواها بس ملا يتجعوه بالبرا فالبرا ده هيفضل معايا ينزل زي ما هو باعت سالب 45 سالب 45 هي اللي باقي من الكومه المطلقه دي قال لي بعد كده زائد 45 آه استنى ميستر انت يلي إشارات مختلفة مختلفة يبقى أعمل إيه أطرح مختلفة أعمل إيه أطرح 45 طرحت منها 45 برض هيفضل إيه السفر اللي بعدها سالب 12 زائد القيمة المطلقة السالب 3 لسه حالين واحدة زيها قلنا القيمة المطلقة بتعمل إيه للسالب بتاكل السالب فسالب 12 دي ما لا يشدعه تنزل زي ما هي زائد القيمة المطلقة السالب 3 سالب 12 زائد 3 استنى ميستر دينا إشاراتي مختلفة طالما إشاراتي مختلفة أعمل إيه بطرح يبقى 12 نقص منها 3 هيفضل كام هيفضل 9 بس كده لا استنى ميستر دي فضل 9 بس أنا قلت إن أنا بطرح وبعد ما بطرح ببدأ أسأل نفس سؤال واحد بس هلما بطرح بسيب نفس الإشارة ولا بخط إشارة الموجب ولا بخط إشارة السالب قلنا طالما الإشارات المختلفة بطرح إشاراتي مختلفة أطرح وحط إشارة الكبير يعني هنا اطراح هيفضل إشارة كبير من الكبير اللي 12 ولا الثلاثة بحد يجيب لي مثل دي سالب 12 لا إحنا من نجاب الإشارات أنا باخد العدد الأكبر من العدد الأكبر في الاتنين اللي 12 ولا الثلاثة طبعا اللي 12 الأكبر أبص بقيا من قدامها الاشارة مين قدام للإتناشر قدامها السالب هيفضل سالب 9 أصغر عدد او اصغر الاعداد الصحيحة غير السليبة بص اول ما تلاقي غير دي اول ما تشوف كلمة غير سواء قلق غير السليبة او غير المجابة طالما عيني جات على كلمة غير اقول له على طول السفر تمام لان السفر لا سليب ولا مج هو ايضا اعداد غير سليب المعقوسة جامعة للعدد سليب 2 و 6 طبعا واحد يجي يقول لده يا مستر المعقوسة جامعة للعدد سليب 2 و 6